اهلا بحضراتكم من جديد مركزين لانه خلاص احنا بنقرب في انت دولتي بتلعب دور ترتيبي هتبقى من واحد لتمانية وبعدك هتلعب بلاي اوف فخلاص انت النهاردة دي جولة ستة خلاص فاطلت جولتين يمكن او حاجة وتخش على الجد فخلاص احنا بنقول يعني يمكن على نهاية رمضان هتبقى الدنيا مختلفة خالص لانه خلاص هيبقى الدوري في النهاية وطبعا الفريق ده هو حامل لقب السوبر المصري والمهم في الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم وهو الاجهات زي الوضع اللي بتعرض ليه الرجال نفس السيتيوشن اللي بتعرض ليه برضو السيدات او فريق السيدات لانه البطولات كلها اتحاد للأسف اتحاد الكرة طائرة ولجنة المسابقات في الاتحاد نغطت الموسم اتصور انه السنة الجاية ده هاتخد في الحسبان لانه مش لمصلحة حد ان اللعب يتصاب او مش مصلحة حد ان اللعب مستوى ينزل انت عايز تديره دوري بشكل منتظم مباراة منتظمة بجدول يتم الاعلان عنه بدري عشان الفرق تشتغل عليه اتصور انه الموضوع هيبقى السنة الجاية اكيد لجنة المسابقات هتختلف او قرار هيبقى مختلف في توزيع الاحمال اه هروح من الخبر ده الخبر تاني الخبر التاني وكابت الخادر عاودي النهاردة اعلن عن تفاصيل مشاركة فريق الرجال والسيدات للقرة الطائرة في البطولة الافريقية القادمة عايز اقول بعض التفاصيل عن هذه البطولة البطولة دي كان مفوط جاية مصر وتم الاعلان انها جاية مصر وبعد كده تم الاعلان النهاردة انها راح اتونسل طبعا صور الكابت الخادر عاودي مدير نشاط الرياضي مدير الحقيقة حتى الان الحقيقة الراجل لا يقول جهدا ابدا انه هو يعني يسعى في كل الاتجاهات لبصلحة نادي الاهل اللي عايز اقوله انه البطولة دي هتبقى في مايو هتبقى في مايو والحقيقة يعني موعدها هتبقى في منتصف مايو تقريبا للرجال والسيدات وهيبقى طبعا اكيد النادي الاهل مشارك والرجال والسيدات والنادي الاهل خاد قراره النهاردة بالموافق على المشاركة البطولة هتبقى في تونس والحقيقة انا دايما بشوف ان تونس والشها حلوة علينا الحمد لله يعني البطولة اللي فاتت بطولة افريقيا اللي فاتت اللي فاس بيها الرجال احنا حمل اللقب لمناسبة في الرجال اه حمل اللقب فاس بيها الرجال كانت في تونس فدايما توليس بتبقى وشاة حلوة علينا خاصة الجيل اللي موجود في النادي الآن الوقت يجيل يعني يستطيع الفوز مجددا بطولة أفريقيا هناك يمكن يعني السيدات هيلقوا منافسة من طبعا كرطاج وهيلقوا منافسة من الأندية الأخرى ولكن أنا أتصور إن شاء الله أنهم قادرات أنهم يحسمنا البطولة في إعداد هيحصل ما أعرفش ممكن الأجهزة الفنية سواء كابتن محمد مصالح حميد أو كابتن حمد الصفي ممكن يقدمه تصور لمعسكر خارجي قد أو قد لا يعني على حسب النشاط المحلي على حسب مطشاطك في الدورة وهل لو طلبت معسكر ممكن الاتحاد يوافق لك بتوقف الدورة أو حاجة ما معرفش يعني معرفش وهل في فرقة أخرى مصالحة مشاركة برضو مش عارة بس أنا بتكلم عن نادي الأهلي اللي أعلن النهاردة أنه هيشارك في البطولتين فريق السيدات ماشي بشكل جيد طبعا دورة السيدات السندي دي صعب لأنه في فرقة كتير عملت دعمت نفسها زي سبورتينج عندك الصيد دائما منافس قوي لنادي الأهلي نادي الزمالك يعني بعد انتقال مجموعة من اللاعبات من نادي الزمالك أصبح نادي الزمالك فريق برضو منافس قوي يعني أصدق لكم أن دورة السيدات النهاردة السنة دي يمكن أكثر شراسة من دورة الرجال السنة اللي فاتت كان العكس دورة الرجال كان أكثر شراسة لأنه كان طبعا نادي الزمالك جابت نين محترفين جيدين جدا وكان النادي الأهلي وصل لنهاية الموسم في حالة من الإجهاد الشديد فهذا ما مبلش مبرر للخسر ولكن ده اللي حصل ده الوضع الحقيقي اللي حصل يعني وكان بناء عليه النادي الأهلي يعني لم يوفق في الدورة والكأس ولكن السنة دي الرجال الحمد لله فرقين خمس مباريات مع نادي الزمالك فوز منهم فوزين بطولة اللي هو السوبر في الدورة مجمع الأولى والتاني يعني سيبك من المباراة الأولى هي مباراة بفوز يعني مباراة واحدة ديتك بطولة وأربع مباراة كانت كلها أدوار ترتيبية وترتيب وكلام منها والخمس مباريات كانت تلاتة صفر معنا مباراة واحدة تلاتة واحد فوضح التفوق الكبير وبناء على النتائج دي نادي الزمالك انسحب البطولة العربية ما دخلش يعني خش أنه يلقى النادي أهلي تاني في البطولة العربية وطبعا ده شأن يعني نادي الزمالك ولكن أنا بقول على اللي بيحصل فيه أو الرؤية الساحة المحلية في السيدات الموضع صعب سواء أفريقيا أو محليا ولكن هم أدها بإذن الله